افات مفتي الديار اليمنية القاضي محمد بن اسماعيل العمراني اندلاع مواجهات بين الجيش والميليشيا الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية للضالع بن دغر يكشف عن طلب الرئيس هادي وديعة مالية من السعودية لانقاذ الريال اليمني اهلا بكم والبداية مع هذا الخبر المفزع حيث توفي اليوم الاثنين مفتي اليمن القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في العاصمة صنعة وبحسب مصادر متطابقة فان العمراني وفاه الأجل بعد معاناة مع مرض عضال ألم به قد نعت وزارة الأوقاف القاضي العمراني قاضي القضاء وراوي السنة عن عمر تجاوز مئة عام كما دعت إلى أداء صلاة الميت الغائب عليه في جميع مساجد الجمهورية في شان آخر عسكريا حيث اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الاثنين بين قوات الجيش والمقاومة من جهة والميليشيا الحوثية الإرهابية من جهة أخرى في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة الضالع قد أكد مصدر عسكري اليمن شباب أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولات تسلل للميليشيا الحوثية إلى مواقعها في قطاعات صبيرة الجب وبتار وقروض وحبيل يحيى والثوخب وبحسب المصدر فإن المواجهات اندلعت تجاه مواقع بتار وقليعة والحرة الأقروض وتوسعت المواجهات فيها غربا تجاه حبيل ناجي شرقية منطقة الثوخب لتنتهي بعد نحو ساعتين بخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين أفاد مصدر عسكري بمقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية غربية مأرب وذكر المصدر بأن المعارك اندلعت خلال الساعات الماضية في جبهات غربية مأرب عقب محاولات تسلل فاشلة للميليشيا والتي انتهت بمصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية وقد أوضح المصدر أن المعارك تزامنت مع استهداف مدفعية الجيش تجمعات للميليشيا في جبهات صرواح دورها شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في البيضاء وقال مصدر ميداني أن المقاتلات دكت مواقع وتجمعات للميليشيا بين الزاهر وذي ناعم وكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إلى ذلك قتل خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء زراعتهم لغما أرضيا قرب جبل كساد أطراف مديرية الزاهر ونبقى في البيضاء أيضا حيث تتواصل المعارك في جبهات المحافظة لليوم الثاني عشر على التوالي في وقت أعلن محافظ المحافظة اللواء الروك الناصر السوادي أن مديرية الصومعة باتت محررة بالكامل وانتقلت المواجهات إلى البيضاء مركز المحافظة التي أصبحت على بعد ستة كيلو متر وقد وجه محافظ البيضاء إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة في المديرية عقب تحريرها من الميليشيا الحوثية الإرهابية وقد أشاد اللواء السوادي بالبطولات التي يسطرها رجال الجيش الوطني والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وأبقية محافظات الجمهورية الذين يساندون معركة تحرير البيضاء من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الروكن عبد المجلي أن العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة وتسير بوتيرة وبغرفة عمليات واحدة حتى تحقيق كامل أهدافها وأولها تحرير البيضاء قد نفى العميد مجلي في بيانا صحفي صدور أي تعليمات من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بالانسحاب أو نقل ألوية من جبهة إلى أخرى في جبهة البيضاء أو أي جبهة قتالية أخرى قال إن الجيش الذي يحقق تقدمات ميدانية ويسيطر على الأرض في محاور القتال ضد الميليشيا الحوثية لن ينجر إلى أي معارك جانبية على صعيد المتصل قالت مصادر عسكرية إن الانتقالي المدعوم إماراتيا نشر عناصره وألياته العسكرية على طول الحدود الشطرية في المناطق الواقعة بين البيضاء والحش وذكرت المصادر بأن الانتقالي نشر قواته بين الزاهر التابع للبيضاء ويافع التي تقع في إطار لحج منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بهدف منع دخول أي تعزيزات إلى جبهات الزاهر ولتمكين الميليشيا الحوثية من إسقاط المديرية مجددا بشكل كامل ووفقا للمصادر فإن الإجراءات التي تتخذها الميليشيا لم تلقى ترحيبا من قوات العمالق إضافة إلى المقاتلين السلفيين وبعض المنتسبين إلى الحزام الأمني والذين قرروا الاجتماع اليوم الاثنين لتدارس التعامل مع الخطوة التي اتخذها الانتقالي وتؤثر على سير المعركة صيب مدني بجروح خطيرة جراء انفجار لغما من مخلفات الميليشيا الحوثية الإرهابية غربية تعز وبحسب مصدر طبي فإن لغما أرضيا من مخلفات الميليشيا الحوثية انفجر بسائق حرافة يدعى عمر الحضرمي أثناء ما كان يعمل على تسوية أرض زراعية لأحد المواطنين في قرية الجبيل بعزلة الهاملة التابعة لموزع طبقا للمصدر فإن الانفجار أدى إلى إصابة الحضرمي بجروح خطيرة وقد نقل على إثرها إلى مستشفى طباء بلا حدود في المخى لتلقي العلاج وجه رئيس الحكومة معين عبد الملك بإلغاء قرار لمحافظ عدن أحمد لملس بإقالة مدير عام فرع شركة النفط بعدن المعين بقرار رئاسي وتعيين شخصية مقربة من الانتقالي بدلا عنها وفي مذكرة بعثها رئيس الوزراء إلى محافظ عدن المحسوب على الانتقالي المدعوم إماراتيا طالبه فيها بإلغاء قرار التكليف والتقيد بالمرجعيات القانونية والتي من شأنها الترشيح والتكليف في الوظائف العامة كان العشرات من موظفي شركة النفط قد نظم أمس الأحد وقفة احتجاجية من محيط مبنى مقر الشركة وسط عدن رفضا لقرار المحافظ بتعيين مدير عام جديد للشركة المستقلة ماليا وإداريا وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة كشف رئيس مجلس الشورى أحمد بيت بن دغر عن طلب الرئيس هادي من المملكة العربية السعودية وديعة مالية لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار وقد أعرب بن دغر عن ثقته أن المملكة ستتدخل لإنقاذ الريال اليمني وأناشد رئيس مجلس الشورى السعودية بالتدخل العاجل لإيقاف الكارثة الاقتصادية وذلك بعد انهيار سعر الصرف والذي تجاوز قيمة الدولار الواحد ألف ريال يمني مؤكدا أن اليمن أمام مجاعة حقيقية وأشار إلى أن الدولار بلغ سعر كارثي ويهدد بمجاعة في اليمن وخسائر فادحة للاقتصاد الوطني واضطرابا في الحياة العامة هذا وكان الانهيار الأخير للريال اليمني وتجاوزه حاجز ألف ريال أمام الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه قد أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي أندد ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل بتجاهل الحكومة الشرعية كارثة انهيار العملة الوطنية وعواقبها الوخيمة على الشعب اليمني في ظل انقطاع الرواتب والسمرار للحرب في معظم المحافظات وقد وصل سعر الدولار الواحد إلى ألف ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فيما بلغت قيمة العملة المحلية 264 ريال أمام الريال السعودي وإفقى ما أكده مصر في جون تماثل المراكز الصيفية في مأرب المكان الأبرز لاحتواء الأطفال والشباب عبر إقامة أنشطة رياضية وثقافية مختلفة المزيد في هذا التقرير في قلب الصيف يتفق الجميع على استثمار عطلته الفارقة بين فصلين دراسيين وتختلف طرق وأساليب الاستغلال هنا في محافظة مأرب تقام المراكز الصيفية وتنشط النواد الرياضية بهدف تهيئة الطلاب لمرحلة علمية جديدة وتزويدهم بمهارات جسدية وعقلية تسهم في اكتشاف المواهب ودعمها وتفريغ الطاقة السلبية لدى الطلاب لتحسين مخرجات العملية التعليمية في إطارها العام نحن في ملتقى شباب أرحب الثقافي الرياضي أقمنا عدة أنشطة صيفية لشباب أرحب والأشبال هذه الأنشطة من ضمنها دور كرة الطائرة ودور كرة القدم ومنافسة الشطرنج وسباق الماراثون وسباق السباحة وهذه الأنشطة تهدف أيضا إلى استيعاب الطلاب والصفاء الذهني لمرحلة دراسية قادمة إن شاء الله صيف مأرب الحار شهد ماراثونا فكريا وثقافيا ورياضيا وفق أعلى المستويات من الإعداد والتنظيم والتعليم وهي صورة مبهرة تعبر عن الاهتمام بالجيل الذي ولد من رحم الحرب فكريا وثقافيا وأخلاقيا فيما تعكس مناطق سيطرة الحوثيين صورة مغايرة من الاستغلال الطائفي لهذه المراكز في التجنيد والحشت لجبهات الحرب تأتي السلطة المحلية بدورها في أفعيل شباب محافظة صنعاء وإقامة الأنشطة وإحتواء وقت فراغهم ما يعود عليهم بالنفع خدمة لأوطانهم وذلك على الأكس من ما تقوم بمليشية الحوثي حيث تقوم بتجيش هذه الفئة من الشباب والفتية والناشئة حجد الجبهات وإتاءهم لمحارق الموت ونحن نعطي الجسم حقه من الرياضة ومن التوعية ومن الثقافة ومن الأنشطة الوسطية التي تقوم على الاعتدال وعدم التطرف وحفاظا على هذه الفئة الناشئة من أن تكون تتشرب بالأفكار المتطرفة والغير الصحية عشرات الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية نفذها ملتقى شباب أرحب بمأرب اختتمت ببطولة كأس شهداء المديرية الذين استجهدوا في جبهات الدفاع عن الجمهورية تيما لا تزال جوانب المدينة تحفل بأنشطة صيفية مماثلة تهتم بالطالب كعنصر للحياة لا كذخيرة للجبهات عشرات المراكز الصيفية والمنتدات الرياضية التي أقيمت هنا في محافظة مأرب كلها عملت جاهدة على استيعاب الطلاب وتهيئتهم لمرحلة تعليمية جديدة بينما عملت ميليشيا الحوثي باستغلال المراكز الصيفية كمعسكرات حجد وتجنيد لزج المزيد من الأطال في جبهات القتال محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب نهاية النشرة تذكيرا بأبرز ما جاء فيها قفات مفتي الديار اليمنية القاضي محمد بن اسماعيل العمراني اندلاع مواجهات بين الجيش والميليشيا الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية للضالع بن دغر يكشف عن طلب الرئيس هادي وديعة مالية من السعودية لإنقاذ الريال اليمني ختاما في أماني اشتركوا في القناة